السلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في الحلقة الرابعة من سلسلة نصايح واسرار في لعبة الدرينج اذا ما شفت المقاطع الماضي هنصحك انك تشوفها راح اطلق صورها وشغلة ثانية اشكركم على دعمكم وتفاعلكم في السلسلة هذه لان صراحة مثل ما ذكرت انها اشوفها من همم السلاسل اللي فيها معلومات غالبا ان الواحد يطلع بفايدة منها وبدون لنضول مقدمة اكثر مقول بسم الله اذا ما زلت استخدم السمن اللي يشبه شخصيتك وما زال عاجبك حتى بعد ما ضعفوه في اخر التحديثات انصحك انك تجيب هذا الايتم هذا الايتم اخوان اذا حطيته ونزلت السمن وبعدين وخرته يعني بس عشان ينزل السمن والايتم هذا يكون معاه هذا الايتم وضيفته انه يخلي الانيمي او البوسز او كل من يقاتله هذا السمن يكون منتبه او دائما موجه تركيزه على هذا السمن اتمنى شرح واضح وهذا جدا جدا مفيد راح تضرب البوسز مجرد ما انهم ينشغلون مع السمن وهذا راح يسهل عليك كثير من البوسز فاللي بيصير ان البوس بيتم دائما منشغل فيه وما يعطيك وجه فانت بتدلس تضربه وهو مركز على السمن النصيحة اللي بعدها اذا ما كنت استخدم الفاسك بشكل صحيح انصحك اول شي انك تجمع القولدن سيد وبعدها تجمع السكير تير زي علامة الكاس دائما تحصلها عند الكنائس ودائما تحصلها تحت هذا التمثال فالجولدن سيد راح يزيد لك عدد القوارير اللي تكون معك اما الايتم الثاني السكير تير راح يزيد لك كمية المشروب اللي داخل الفلاسك فبتقدر تهييل اكثر سواء كان الفوكس بوينت البار الصحة او البار الصحر غير كذا عندك الواندرس فيزيكل ميكس وهذا من اهم الشغلات اللي تكون معك راح يسوي لك بفل اكثر من شغله بنفس الوقت يعني تدمج كذا اكثر من شغله في فلاسك واحد راح يفيدك كثير خصوصا اذا دخلت مثلا عند بوس ولا شي اغلب مفعولها يكون مثلا لمدة 10 ثواني وكذا يعني عندك امور كثير مثل زيادة قدرة التحمل مثل عدم يعني فترة معينة البار الأزرق حق السهر ما راح ينقص عندك بسبب هذا الفلاسك او بسبب هذا المكس الكوكتيل اللي تحطاه في هذا المشروب الريمبو ستونز انا امتكد ان اغلبكم عنده ولكن ما يستخدمها وما يعرف متى يستخدمها هذه مفيدة في حال انك لو رميتها من فوق اذا انك كسرت بتعرف انك لو طحت راح تموت واذا ما انك كسرت انه يمديك تاخذ النطة هذه او النطة هذه مش مرتفعة كثير غير كذا اذا دخلت في متاهة في بعض الاماكن ما تدري انت من وان جيت ما تدري كذا فهذا راح يفيده كثير خلاص تعرف ان من هذه البوابة انت دخلت وبعدين لو لفيت ورجعت لنفس المكان ما راح تغلط او تضيع حلنصيحة اللي بعدها عن الغريت رونز هذه يتوقع يحتاج لها مقطع الحالة ولكن بعطيكم نبذة عنه الغريت رون كل ديمي قود موجود او ديمي قود بوس موجود في الدا الرينج تقريبا عددهم ستة وفيه ستة ورات فبعد ما تقتل اي واحد فيهم مثل رادان وقودريك ضروري جدا انك تروح للتور هذا وتفعل الغريت رون حقه والغريت رون طبعا كل واحد له ميزات اسهل طريقة انك تتنقل بين الفلاسك انك تم ضاغط على السهم تحت هذا راح يوديك عند اول ايتم في السلوت تبع الفلاسك سواء كان سهم تحت او سهم فوق فضروري انك تحط اهم ايتم اذا كان عندك اهم ايتم اللي هو مشروب الصحة وحطيتها اول شيء وبعدين مثلا انت نزلت السمن ودخلت الفايت فبدأ لا تجلس تدور كذا على ايتم الهيل ومستعجل تم ضاغط على سهم تحت وراح يجيبك على طول على فلاسك الهيل او الايتم اللي انت حطيتها اول واحد في الخانات وهذا شيء جدا مفيد وراح لانه ينرفز في بعض الحالات اذا تجاوزتها بالغلط وانت في البوس فايت وكذا في اجزاء من الثانية يسمونها الايفريم في اللعبة وهذه ممكن انك تستدعي الحصان او تنزل من الحصان وتتجنب فيها الضربات في اجزاء من الثانية راح تختفي فيها واذا كانت اي ضربة متوجهة لك شخصيتك بتكون مختفية وراح تتجنب هذا الدمج في احد المقاطع قلت ان هذا قلتش وكنت مستانس في له وبعدين طلعت شغلة عادية في اللعبة ولا يخص ابوها في القلتش غالبا يكون موجود في الالعاب بس لتجنب بعض المشاكل فعلى العموم والله منه فائدة كبيرة اخوان مش بس النظام طق طقه لا ممكن انك تستفيد وتتجنب ضربات كثير اذا وقت صح خصوصا اذا كان البوس فايت يمديك تستدعي الحصان فخل هذه شغلة في بالك مثلا باقي لك طقه واحده في الهيلث وخلاص سايف نفسك ما في امل انك تسوي دوج صحيح ولا شي استدعي الحصان وصدقني راح تتجنب ضربة قوية وتطرع بفايدة من الحركة هذه والضريف في الموضوع انه لو استخدمت بعض الاموت راح يمديك تتجنب بعض الضربات حرفيا نطات الحصان او الرياح هذي اللي طيرك لفوق ممكن بعد انك تنزل من مسافات عالية على نفس المنطقة هذي اللي فيها الرياح بدون ما يجيك اي دمج مش لازم تطيح في وسط الدائرة لا حتى لو حوالينها امورك طيبة شحن الضربة بالسيفة وبالرمحة راح يسمح لك انك تضرب كل الانمي اللي في طريقك فهذه شغلة جدا مهمة في اماكن البويزن اذا مشيت وطلعت البار راح يزيد معك وراح ينقص ويختفي لكن اذا سويت رول في اماكن البويزن البار راح يتم نفس ما هو وما راح ينقص فضروري جدا انك ما تسوي الرولينج في مناطق السم لا تسألني ليش بس كذا عاوز المخرج كالعادة لكن اللي يهمك ان عندك تاجر مثلا في هذا المكان اذا اشترت من عنده المشروع هذا راح يوخر من عندك مفعول التسمم او البويزن الالون والمثلثة والارون والمثلثة راح يسمح لك انك تمسك سيف بيدين لهم ميزات مثل الشيلد لو قابلت انيمي ماسك شيلد ولا شي راح تقدر تكستر الشيلد حقه وتوصل لها الضربة فجدا مهم انك تحاول حتى لو كانت متطلبات السلاح هذا اكثر من شخصيتك انت مجرد ما تمسك سيف بيدين او سلاح بيدين اين كان صدقني راح يكون فيه تغيير جذري وكبير واخر نصيحة بما يخص اللايتينج ذكرتنا في المقطع الماضي انه اذا كان الاجواء تمطر الايتينج راح يزيد عندك او الدمج باللايتينج راح يزيد عندك 10% واذا كنت استخدم الفير راح يقل الدمج 10% ولعل بسبب الاجواء ممكن تقولي اخي الدمج عندي يقل او سلاح صار عليه تحديث بلا شيء فانتبه لموضوع الاجواء والمعلومة الجديدة أن الأنمي اللي موجودين على البحر برضه رح يتأثرون باللايتنج إفكت بحيث أنه يصير زي السبريد في البحر إذا كان الأنمي موجود أو سويت اللايتنج إفكت في البحر وبس يا شباب لا تنسوا اللايك وتشاركوني بالكومنت في هذه السلسلة شكراً لمن تنسبين القناة هنترو بندر ومشاري وشكراً لمن وصولوا لكل من دعمني بلايك أو كومنت ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته